دكتور جمال وهبدأ بقى أسأل على التخصصات اللي عندي في الجامعة إيه؟ أنا كولية أمر وأنا كطالب بيتفرج عايزة أعرف التخصصات إيه؟ ويا ترى هل ترى زي ما كنت بقول أنا كده قبل ما نطلع الفصل بتاعنا؟ التنفسية بتاعتي ودرجة العلمية ويا ترى مؤصريفي لطيفة ولا إيه؟ وهتقبل إزاي؟ حاضر وفي الحقيقة برضو زي ما حادتك تفضلت إحنا عندنا وقلنا إحنا قبل كده إن التخصصات اللي موجودة كلها بتعتمد على تخصصات بتعتمد على برامج بيانية فبالتالي أنا الطالب اللي هيطلع ويتخرج هيبقى معاه أكتر من تخصص سواء كان إمتر ديسبلينري أو مالتي ديسبلينري فالبرامج البيانية دي نوع جديد من البرامج ممكن قوي زي ما كنا بنتكلم بنقول المعلوماتية الطبية المعلوماتية الطبية يعني حاجات ميديكل وحاجات عن علوم الحاسب أو نتكلم مثلا عن الميكاترونيكس ميكاترونيكس بحاجات ميكانيكل وحاجات إلكترونيكس فأغلب البرامج اللي هي معتمدة عليها الجامعات الأهلية هتبقى عبارة عن برامج بيانية أو سواء كان إمتر ديسبليني أو مالتي ديسبليني دي النقطة المهمة جدا الكليات كلها هتبقى قطاعات أو مجالات تحت كل مجال سواء كان مثلا المجال الطبي هدرس برنامج اسمه برنامج الطب والجراحة مثلا هم 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 متبنيين اللايحة الجديدة اللي هي الفايف بلاس تو اللي هي اللايحة دلوقتي اللي بتاخد الطلبة الطالب من أول سنة بيدخل الكلينيك كان طبعا من نظام القديم كان ممكن السنة الأولى والتانية ياخد دراسات أكاديمية ياخد فيسيولوجي ياخد تشريح ياخد كيميا بعد كده دلوقتي النهاردة من أول سنة في الجزء الجديد في البرنامج الجديد بياخد جزء من الكلينيك ممكن قوي يقدر في أول سنة من السنوات الدراسية يقدر يبقى عنده خبرة على الأمراض وكيفية التعامل معها عندنا مثلا فيه البرامج المجال الهندسة احنا عندنا في جمع بينها عندنا ست برامج ست برامج يعني هندسة كلها موضعات رنانة السوق محتاجها هندسة التصنيع والمواد هندسة الميكاترونيكس ميكانيكل وإلكترونيكس هندسة نظم الاتصالات الهندسة الطبية هندسة البناء الإسكان والتصميم للمجتمعات عندنا في علوم الحاسب خمس برامج مثلا الزكاء الاصطناعي وتعلم الآلة اللغويات الحاسوبية علوم البيانات تطوير البرامج والتطبيقات الواقع الافتراضي والمعزز في مجال الاقتصاد وإدارة الأعمال عندنا خمس برامج إدارة الأعمال والعلاقات الدولية الإحصاء والتأمين التسويق الرقمي والأعمال الإلكترونية الاقتصاد والتمويل الدولي المحاسبة ومعلوماتية الأعمال داخل الجزء الخاص بالمجال الفنون البصرية عندنا ثلاث برامج التصميم الداخلي والأساس في نون الميديا والإعلان اللي لسه كنا بيتكلم مع حضاتك عليه النحط والتشكيل المعمالي والترميم وعندنا برنامج في الطب البشري اللي هو البرنامج اللي هو 5 plus 2 أقول لحضاتك إن فيه تنافسية آه فيه تنافسية النهاردة الطالب لما يجي ياخد البرامج البيانات دي كلها هيبقى خريج غير الطالب اللي بياخد الحاجات التراضيشنال العادية التقليدي طيب هدفنا إيه؟ زي ما معالي الوزير قال وعلى لسان فقامة الرئيس نحن التقديم تعليم راقي متميز للطبقة المتوسطة للطبقة المتوسطة نحن غير هادفين للربع نحن غير هادفين للربع نحن بتوع الطبقة المتوسطة نحن ولاد موظفين اتولدنا موظفين أيوة